عندي خبر كمان ولا علاقة بالفيفا قبل اي حاجة بس انا اقول عايز اشكر كل الناس اللي تفعلت مع اخر حلقة الاسبوع الماضي لما اتكلمنا على امور حصرية وخاصة لبرنامج الترند بشأن تفاصيل مونديال الاندية ده الاسم الجديد بقى يا جماعة مونديال الاندية فيفا عشرين خمسة وعشرين موصول جدا بكل رديد الافعال والحمد لله امكان الخبر عمل ضجة كبيرة جدا حتى انا شفت مبارح حاجات في الكيبي الفرنسية تناقلت هذا الخبر وتكلمت عليه الازعاعات التونسية الصحف في جنوب افريقيا الكل طبعا مهتم بالتأكيد من خلال الفرع اللي هتشارك في البطولة فالتفاصيل اللي تقلت ان برح كانت جديدة او تقلت الازواج كانت جديدة على كل الناس وفي نفس الوقت برضو بعتذر لكل الناس اللي فهمت كلامي بشكل خاطئ او انا حتى شرحت بشكل خاطئ في فكرة مكان اقامة المباريات انا لما اتكلمت على فكرة ان البطولة هتتلاعب في عدة مدن وفي ولايات مختلفة كنت اصد ميامي ولكن مش في غرب الولايات المتحدة الامريكية يمكن الناس افتكرت انا بتكلم على ميامي انها موجودة في الغرب انا اصد ان ميامي وعدد من الولايات في غرب الولايات المتحدة الامريكية انا عارف اكيد وتابعة ورجعت وبعتذل لو الناس فهمت كلامي غلط في جنوب شرق امريكا بالإضافة إلى عدة ولايات أخرى هتتلعب فيها المباريات في غرب الولايات المتحدة الأمريكية وإضافة إلى ذلك وأنا بتكلم على هذا الموضوع كمان عايز أضيف حاجة جديدة ويمكن ده برضو خبر خاص وحصري لكل جماهير النادي الأهلي في ورشة عمل هتحصل أو هتم في شهر مارس عشرين خمسة وعشرين قبل معاد البطولة بتلت شهور الأهلي مع ريا المدريد ومع كل الفرع الإفريقية والأوروبية ومن أمريكا الجنوبية اللي حصلت على البطولات القرية وتم تأكيد مشاركتها في منديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية هيكونوا موجودين في ورشة عمل في أمريكا في مارس عشرين خمسة وعشرين هتكون أهم ورشة عمل بوجود الاثنين وثلاثين نادي مع الاتحاد الدولي لتحديد كل التفاصيل المتعلقة بالبطولة احنا تكلمنا على معاد صفر الأهلي إمتى قبل موعد أول مباراة بخمس أيام المغادرة لقدر الله بتبقى إمتى بالزبط الجوائز المقترحة اللي هيتم اعتمادها قريبا جدا معاد القرعة المقترح كل التفاصيل دي قلناها الحلقة اللي فاتت ولكن الجديد النهاردة معنا إن فيه ورشة عمل هتجمع أكبر وأهم اتنين وثلاثين نادي هيشاركوا في البطولة في شهر مارس في الولايات المتحدة الأمريكية إن شاء الله احنا بتكلم ربنا يدينا وديكو طلط العمر بعد حوالي مثلا حوالي عشر شهور بإذن الله من بدرهو بنحاول لكم كل الجديد اللي هتسمعوه بعد شهور أو ممكن حتى بعد أيام أو ساعاتها لحسب ما الفيفا يعلن بعد الجمعية العمومية اللي هتتعامل في تايلاند في أسيا خلال الفترة اللي جاي